جماعة انتم سمعتوا تعبير كابسة كتير قبل كده صح؟ مسلسل هاوسوف داد راجون أخيراً بيورينا الكابسة دي شكلها عامل ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وفي حلقة النهار ده حناقش الحلقة السادسة من الموسم الثاني من مسلسل هاوسوف داد راجون بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة عاوز أشكر منصة فيو على رعاية الحلقة دي واجب لكم منهم رسالة مهمة فيو عاوزين يقول لكم إزايكم عاملين إيه؟ كويسين؟ كله تمام؟ زهقانين؟ ليه بس؟ يعني المكتبة دي كلها وزهقانين؟ ده منصة فيو عندهم أكبر مكتبة كورية مدبلجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعندهم انتاجات أصلية للدراما التركية مصنوعة حصرياً لمنصة فيو وطبعاً مكتبة عربية ومصرية ثرية جداً يعني مثلاً فيه مسلسل جزيرة غمام اللي فيه ناس كتير غلطتني عشان ما كملتوش ومسلسل مذكرات زوج اللي وقفته برضو رغم إنه كان عجبني المسلسلين موجودين على فيو والمشاهدة مجاناً فليه لأ؟ الصياد موجود على فيو يا جماعة؟ نروح ولا إيه؟ ودي مجرد أمثلة في وسط مكتبة كبيرة ضروري حتلاقوا فيها أدواءكم ولو حابين تشاهدوا كل أعمالكم المفضلة من غير فواصل إعلانية ففي دلوقتي خصومات 90% على الاشتراكات لا متأكد إني قارتها صح 90% بجد فحملوا التطبيق دلوقتي حالاً من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن وقلوا لي في التعليقات لقيتوا إيه مسلسلات على التطبيق تحبوا ترشحوها لي إنتوا عارفيني في المسلسلات على قدي شويتين وبما إني في المسلسلات على قدي خلوني أحللكم الحلقة السادسة من الموسم التاني من مسلسل هاوسوف دا دراجون واللي حملت عنوان سمول فوق وآه في الحلقة دي هي بس اللي حملت لأن اللي اتفرجنا عليه في الحلقة مستحيل يؤدي إلى حمل حلقة النهاردة لا أفضل حالاً ولا أسوأ حالاً من الحلقة اللي فاتت بل يمكن عشان هي التانية في سلسلة تهدئة الأجواء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي فممكن تكون أسوأ شوية فاهمين كويس قوي أن المسلسلات من حقها تهدي الرتم وتعلى بيه وقت ما تحب بس لازم دا يتم مع الوضع في الاعتبار حجم الموسم اللي احنا بنتفرج عليه بالإضافة لفترة الانتظار اللي احنا بنستناها ما بين كل موسم واللي بعده فحلقتين لتهدئة الأجواء وإعادة ترتيب الأوراق في موسم من 8 حلقات حنستنى على الأقل سنتين علشان نشوف الموسم اللي بعده كتير بل إن توقتهم كمان متأخر لأن كل اللي فاضل في الموسم حلقتين منصوب الشخصيات الجذابة في تراجع مستمر ويمكن إعادة أوتوهايتاور لمركز الأحداث يكون طوق إنقاذ الحلقتين اللي فاضلين زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت مفيش مفر لازم يرجع دا موقعه ايه من الكتب موقعه ايه من المنطق حتى مش مهم لأن فعلا مبررات ايه من الاستقدام وجوه الحلقة مش أكتر حاجة مخنعة في الدنيا كان ناقص يقول لالاريس بشكل مباشر ابعت استدعي أوتوهايتاور الموسم بيروح مني مع توالي حلقات الموسم التاني من مسلسل house of the dragon بقتنع أكتر وأكتر أن الموسم دا ربما أفضل طريقة لم راجعته ما كانتش حلقة بحلقة لأن فعلا إحنا احتمال كبير نكون بنظلمه ويمكن في الصورة الكبيرة ما نفتكرش قوي لحظات الهدوء والملل اللي احنا بنعدي بيها دلوقتي وعموما يعني أعيد وأكرر دا مش معنى أن الحلقة وحشة أقل من المتوقع ممكن أقل من طموحنا أكيد بس في حاجات كتير في الأحداث اتحركت أه بجد بتتحرك أنتوا بس لو دققتوا قوي حتحسوا أنها بتتحرك عارفين لما تبقوا طالبين أوبر وتحسوا أنه ما بيتحركش وبعدين لا هو بيتحرك في مشاهد وحوارات عجبتني جدا وأخص بالذكر حوار أليسنت مع جوين بخصوص ابنها ديرون مبسوط أن احنا ما انتظرناش كتير قوي عشان نفهم أبعاد الخطة اللي رسامتها رينيرا مع ميساريا بخصوص كينغز لاندين وحتى السعي للوصول لفرسان جدد للتنانين الموجودة وصل لمحطة مهمة على مستوى السرد فيه أحداث ما تقدمتش بالإتقان المطلوب ولما نيجي نعدي على أحداث الحلقة حتلقوني بتوقف عند حدث أو اتنين ما قدرش أقول إن أنا فهمهم بالشكل الكامل وطبعا لما نعدي على حلقتين من مسلسل دموي وعنيف زي دا من غير خسائر تذكر أو لا تذكر حتى يمكن فأعتقد إنه من العدل إن أنا نقول على دا كمان مشكلة كل اللي قلته دا هو انطباعات المشاهدة الأول وكالعادة يمكن وأنا بفصص في الحلقة أرأي تتغير بس بكل تأكيد وبين من الأول إن إحنا بنتكلم بحرية حرق وده حيتفاقب أكتر وإحنا بنفسص في التقاصيل ويلا بينا نشوف كده إيه اللي حصل في الحلقة حلقتنا بتبتني من مكان جديد وشخصية غايبة عننا بقالها فترة وهي جيسن لانستر اللي بيقود الجيش بتاعه للجولدن توث عشان يقابل هاوس تاني اللي هما بتوعي الشمس دول أنا معرفش دول مين بالظبط يا ريت وقلولي في التعليقات ويتحدث عن خططه بعنجهية شديدة تصل لدرجة استدعاء الملك الواصي عشان يوفر له غطاء جوي الهدف هنا هو تكوين جيش قوي لاكتساح الريفر لانس ودي جابها مهمة جدا حكيت فتح في وش دايمن عجبني في المشهد دا تفصيلة الأسود اللي طبعا موجودين على الشعار بتاع اللانستر ومتوسم ان انا ممكن اشوفهم في معركة في مشهد من مشاهد الحلقتين المتبقيين من الصراحة كنت متوسم ان انا اشوفهم في معركة في الحلقة دا ولكن زي ما احنا عارفين احنا في مرحلة سلم دلوقتي وتوقفت كذلك عند البتاعتين اللي موجودين عند مدخل الألعة دول دا ايه دا يا برينس بوابة مثلا فيها متل دي تكتور مثلا في النص من الواضح طبعا ان طريقة جيسون لانستر مجاتش على هوا الرجل الطيب دا ومعرفش لو دا ممكن يبقى له توابع ولا لأ وممكن يكون مجرد استغراب للجرأة والثقة الشديدة اللي بيتكلم بيها وخلاص وعموما دي فيها انتقال كويس للمشهد اللي بعده اللي بنشوف فيه رد فعل ايمند على الاستدعاء دا سحاب له واحدة فاليريان مجلس ايمند دلوقتي بقى بيودار بقوة الارهاب كل اللي قاعدين بقوا عارفين ايمند قادر على ايه وحتى اجرأ الاصوات واكثرها حنكة بقى بصص في الارض وزي ما تكون اليسنت ما تهزقتش معانا كفاية في الحلقة اللي فاتت جت تتدخل في الموضوع رح مقطعها ومكمل كلامه عادي وطرقها وعلى وجهها تعبير هو مش كفاية بقى قلة ادب لحد كده فكرة ايمند هي التحالف مع الترايركي اللي لو تفتكروا كنا تعرفنا عليهم في واحدة من اجمل مشاهد المعارك من الموسم اللي فات الغرض من التحالف هو فك الحصار بتاع كورليس وموضوع الحصار دا هو النجم بتاع الاحداث دلوقتي الحصار دا هو اللي بيؤدي للحالة الاقتصادية المتدنية اللي في كينغز لاندنج والحالة الاقتصادية المتدنية في كينغز لاندنج هي العنصر الرئيسي في نجاح خط ترينيرا اذا على الرغم من العنف والبطش والديكتاتورية بتوع ايمند الراجل ما بيتكلمش غلط اقتراح أليسنت المضاد بيرجعلنا على الترابيزة اسم احد العائلات المفتقدينها من جيموف ترونز الجري جويز والرد عليها بيكون بان التحالف دوت ممكن يتم عن طريق الزواج منها لقيت هزقت قاوي 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 أليسنت معاكم على فكرة وانتو عملين تضغطوا وفي الاخر لو قلبت عليكم مش هتعمل اي حاجة واحنا كلنا عارفين دا كويس الجري جويز احنا عارفينهم من جيموف ترونز بانهم برضو مسيطرين على البحر والقراصنة والحاجات دي بس مش حتدعي معرفتي بموقعهم الجغرافيا ومادة تأثرهم على الحصار اللي على كينغز لاندنج لو عندكم معلومات اكتر عن الموضوع دا او تصحيح يا ريت شاركو بي في الكومنز كريستن جوارديولا بيستجمع اللي قدر عليه من الشجاعة وبيؤيد رأيه أليسنت فايمين بيقوله صيفك وحصانك وزمزميتك ويلا على الحرب يا كلب عجبتني المحاولة الاخيرة البائسة من كريستن كول لما بيفكر ايمين باللي حصل في روكس ريست نضام انا اعرف عنك الكثير ولكن ايمين بيرد عليه وبيتلقى دعم من لارس والموضوع بيتحسم والصراحة بعيدا عن اي شي انا فعلا شايف ان ايمين بيكلم كلام صح انا معرفش ليه داخل اطار المشهد بيحاولوا يرسموه بمشهد تعصوفي وخلاص وقت مناسب جدا لضرب ديمين من جبهتين ولما الوقت يكون مناسب يحصل الهجوم الجوي عن طريق فيجار فانت كلكو قاعدين عن طرابيزة متنحين ليه يعني بعد ما المولد انفضة أليسن بتروح تتكلم مع ايمين على اساس ان الكلام بينها وبينه هيكون مختلف وفي النقطة دي بنشوف اول توثيق رسمي لمقولة يلا على المطبخ في التاريخ ايمين بيبعت امه على المطبخ يا جماعة لا الوقت فاجر الحقيقة يعني وهنا برضو المسلسل بيختار انه يرسم ايمين بصورة المتنمر الصغير اللي كان مستني يكبر عشان ياخد حقه وانا مشتريتش الصورة دي كلها على بعضها برضو لسببين اولا انا مشوفتش انه تم التنمر عليه قوي يعني وهو صغير ثانيا اغلب الاوامر بتاعته حقيقي انا شايفها صح وانا انتقل من غرفة الاجتماعات في كينجز لاندنج للخريطة الحرارية في دراجون ستون كورليس اخيرا بيتولى مهام وظيفته كرينيس الا حبة كتار قوي رينيرا وجيس مشاء الله عليهم خلصوا مذاكرة وتوصلوا لان جد ستيفون داركلين الكبير كان واخد سيلفت بانتخالة حد من التارجيريان كده وده بيقاهله بشكل منطقي قوي لانه يركب تنين وفي النهاية هي محاولة نجحت كلنا استفدنا فشلت حتتحرق لوحدك فين المشكلة انا مش فاهم والغريب في الامر ان مش بس الرجل بيوافق ده بيطير من الفرحة بيولع من الفرحة يا دي النيلة يا ميتنا ده مع الكريزما طبعا مع المشاهد اللانهائية من تهييز ديمون اصبح لا يخفى على احد انه كل مرة بيلاقي في وشه الراجل سايمون سترونج ده مما قدل انه بيوجهله الاتهام بشكل مباشر وانا شايف برضو انه هو اتهام منطقي الراجل ده اكيد وراه حاجة وطبعا انا لسه مصمم ان آلس ريفرز دي غالبا برضو وراها حاجة على حد ذاكرتي انا مشوفتهاش بتتكلم مع اي حد الغيب دلوقتي الا دايما ومحدش اتى على ذكرها الا يمكن سايمون سترونج شخصيا في الحلقة دي والمرا دي يبدو انها تدخلت بشكل ما بس المؤشرات كلها بتدل على اننا مقبلين على توستايا في الحوار ده الفريم ده يا اما مقدمات بتدل على حاجة يا اما ببساطة فريم وحش كتيبة الواكسة والخيبة بيتوجهوا لسي سموك عشان يغنوه له هابي بيرث داي تيو وبعد مشهد مطول حقيقي كان حلوة قوي ولكنه متوقع جدا سي سموك بينفخ لهم الشمع اللي عطرته كورليس بيطيع الوصية الاخيرة لرينيس وبيعمل على انه يقرب آلن منه اكتر واكتر وفي مشهد لاحق بنكتشف ان آلن وآدم اخوه مدركين تماما لنسبهم الحقيقي مش بس كده ده آلن كمان بيسعى لاخفائه بان على ما يبدو شعره ابيض وهو بيحرص على حلقته اول بول بالانتقال لكينجز لاندنج بنشوف تفاصيل المخطط بتاع رينيرا وميساريا واللي برضو احد اركانه المهمة هو نشر اشعاعات بان القصر عايش في بدخ واكل وشربه وانبساط وسيبين السمول فول كيعانه بننتقل بعد كده لدراجون ستون علشان نشوف تصرف مفاجئ جدا من رينيرا وهو احد اجمل التصرفات في تاريخ الشخصية واحد اجمل المشاهد في الحلقة دي لما لطشت الراجل بالقلم علشان بيوجه بعض الانتقادات اللي عاوز اقول ان احنا سمعنا اسوأ منا بكتير قوي قبل كده الراجل نفسه ارتسمت على وشه تعبيرات طب هي فينش تيما ضربة على طول كده والجملة اللي قالتها حلوة قوي دي غلطتي ان انا سبتك تنسى انك المفروض تخاف مني طبعا في واحدة مستقسدة على الرجالة اللي حواليها الناحية التانية من شوية صغيرة ابنها بعتها تخيط له جيرز ايوة يا مادام رينيرا بقى دول الناس ما تجيش غير بالتلطيش وقلة الادب وكل المشاهدين بتوع العالم عارفين كده لا 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 رد فعل اتأخر قوي يعني المزيد من الاستفزازات الغير مقصودة للشعب في كينغز لاندنج مع توضيح من ميساريا ورينيرا لادراكهم لان الشعب دوت في النهاية مش هيعمل حاجة هم مجرد عامل ضغط على ايمند علشان يحس انه عنده جابها داخلية تقلقه بنرجع لكينغز لاندنج بعد كده عشان نشوف مراسم تخرج مهزق جديد ونجمينا المرة دي هو لارس اللي يعاني بيفتكر انه هو لعب اللعبة الصح ومستني من ايمند انه هو يديله منصب الهاند فبيتهزق وبيتشتم و ايمند بيبعثه عشان يجبله جده من على الاهوة جماعا انتوا سمعتوا تعبير كابسة كتير قبل كده صح مسلسل هاوس اوف داد راجن اخيرا بيورينا الكابسة دي شكلها عامل ازاي تبرير استدعاقته هيطور زي ما قلتلكم مش اكتر حاجة مقنعة في الدنيا اه هو حذر اكتر من اللازم ولكن اخلاصه للعائلة عمره ما كان محل شك ما هو ده نفس السبب بنفس الصياغة تقريبا اللي خلى ايه جون يبعده عن المنصب ده انت متخيل نوع حيجي طب طبعليك عشان كده بقولكم ان الاستدعاء ده مفيد للمسلسل مش لايمند وفيه اثناء وصلة التهزيق ديت بيدخل علينا الجراند ميستر نجولو كانتي بخبر مهم جدا الملك ايه جون بيتعافى مشاهد ايمند مع ايه جون هو من الحاجات اللي سرديا اربكتني شوية ومش شرط لدرجة ان يكون متضايق منه رد ايه جون بانه مش فاكر اللي حصل في الحرب ده كدب والحقيقة لان لو المسلسل حيلعب على انه فعلا مش فاكر حاجة من اللي حصلت في المعركة يبقى محرك درامي مش قوي شبه فقدان الذاكرة كده اما لو كان قال كده فقط لانه حاليا قليل الحيلة وفعلا خايف من اخوه فده يبقى محرك درامي هايل اما ايمند على الجانب الاخر فهدفه كان ايه انه يقيس الحالة ويوصل لنتيجة ولانه يوجه له تهديد مباشر انا حميل للتفسير اللي عجبني ايمند كان يقصد انه يوجه تهديد ايه جون حقيقي خايف منه وعرف هو بقى قادر انه يعمل ايه يهمني جدا برضو اعرف اراءكم في التعليقات وكانتي بياخد تعليمات من هالن بانه يزود في فترة علاج زينشينكو لاطول فترة ممكنة تسلسل رينا في الفيل مع جين ايرن ده برضو من الحاجات اللي اربكتني جدا مش متذكر ان احنا كنا وصلنا لنتيجة حاسمة بان جين ايرن هتبعثهم لمكان اخر مش متذكر كذلك ان كان فيه نقطة نقاش تخص تنين غير التنين اللي هما جايبينهم معنا وانهم صغيرين والحوار ده ايه بقى التنين المطلوق في المدينة دوت وايه حقيقة القرار بابعادهم لبنتوس حاسس ان التسلسل سرديا ما كانش مريح علاقة جيس بامه بترجع تهتز مرة اخر لما بيعرف ان فيه مخطط اخر ما بينها وما بين مساريا هو ما كانش يعرف عنه حاجة عجبني الحارس وهو بيقطعهم عشان يقدم مساريا اللي هو يابني ما احنا شايفينها في العين السحرية في ايه والتانية يعني كتلازم تخش تقولها العملية في النملية والواد واقف والعملية هي ارسال مراكب محملة بالطعام لكينجز لاندنج وعليها الرايا بتاعة رينيرا مراكب بقى محملة بكل حاجة ممكن تتخيلوها بقى كومترة وفلفل وكرومب 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 لو بجد مش فاهم الناس ما بتتخنقش على اي حاجة في المركبة الا الكرومب هو الكرومب مفيد قوي على مستوى الفيتامينات كده يا جماعة بنرجع بعد كده لكينجز لاندنج علشان نكتشف ان كانت طبعا سمع الكلام الكل تخلى عنك يا أليسنت وسابك لهالند علشان يقعد يبيع ويشتري فيك يا انتي وجورديولا أليسنت بتتجه بعد كده للفسحة بغرض انها تتكلم مع كريستون كول ولكن للحفاظ على المظاهر الاجتماعية بتنشغل اكتر مع جوان وزي ما قلتلكم في تأديري الشخصي الحوار اللي ضار بينهم من اجمل الحوارات في الحلقة تطرق مطلوب لشخصية الابن اللي ما شفناهوش لغاية دلوقتي وتوضيح للتباين في طبيعة الاطفال اللي بيتربوا داخل الاصر في كينجز لاندنج واللي بيتربوا بعيد عنه أخيرا شفنا جوان دوت بيدخل في حوار لي لازمة وعقبال ما بتخلص كلام معا بيكون كريستون كول خلاص وصل في اللوكيشن قلتلكم العربية في القوبرت بتبان زي ما تكون ما بتتحركش بس لو دققتوا قوي حتلاقواها بتتحرك بنروح بعد كده لهلينا وبنشوفها وهي بتربي حاجة صغيرة في قفص صغير كده شكلها زي ما يكون صرصير وبتشتكي انه هما ما بيغنوش البت اتهطلت خلاص وبنشوف طبعا ان ثورة الكورومب اللي قدتها رينيرا بتؤدي النتائج عنيفة جدا بان الشعب بيهاجم الملكة بشكل مباشر وبيحدفوها بالفسيخ يعني عندما كنا نظن ان مفيش تهزيق اكتر من كده يا بنتي انتي رايحة بينا على فين مشهد لاريس مع ايجون كذلك مشهد رائع حواريا متميز جدا ومن المرات القليلة اللي بنحس فيها ان لاريس بيتكلم من قلبه فعلا وده لانه المرات يحسز بخطر حقيقي ايجون هو طوق انقاضه من بطش ايمند ولو فيه فرصة لتشجيعه ودفعه لتحمل القلم علشان يرجع مرة اخرى كان لازم يحكيله على تجربته الشخصية ويوضح له ان اللي انت فيه دوت مش نهاية العالم وان بقوة عقلك بس لسه كل شيء ممكن ولا حعبرك تاني خلاص برحتك بقى يعني في النهاية طلعنا بحاجة مفيدة من المشهد ان الرجل الكبير بتاع الريفر لانز مات ودلوقتي يبقى فيه واحد تاني متحكم في الامور وممكن الدنيا تتحرك وده المشهد اللي زي ما قلتلكم سايمون سترونج اخيرا بيذكر فيه ألس مشهد اختيار سي سموك لآدم متميز جدا طبعا بيطرح عدد كبير من علامات الاستفهام وانهاية جيدة للحلقة وفرصة الافتتاحية متميزة في الحلقة اللي جاية ان شاء الله باننا نفهم اكتر اسباب القرار ده من التنين وايه الامكانيات اللي ده بيفتحها لنا في المستقبل عجبني انتقال مشاعر آدم من الرعب الشديد للاتمئنان النسبي مع اقتراب سي سموك منه زي ما يكون الرابط ما بينهم محسوس من الطرفين على عكس اللي كان حصل مع ستيفون داركليند اللي سي سموك اداله فرصته للاقتراب منه ولكنه في النهاية تصرف معاه بعنجهية فارس على وشك انه يركب حصان تحول جديد في أبعاد العلاقة ما بين رينيرا وميساريا بعد حوار جماعهم قرنوا فيه تجربتهم مع ديمن طبعا تناول جنسي مش شايف ان سبايته اي مقدمات ومش عارف ازاي ممكن يكون مفيد في مستقبل الحلقات بس قدينا حنشوف ونحب نتوجه للرجل ده بالشكر عشان ما سبش الوضع يتفقم لما هو ابعد من كده وزي ما قولنا نهاية الحلقة واعدة جدا وزي ما قولنا نهاية الحلقة واعدة جدا بانطلاق رينيرا لكشف غموض الفارس الجديد لسي سموك الصراحة بعد التفصيص حسس ان الحلقة ديت ممكن تكون افضل شوية من الانطباع اللي خدته بعد المشاهدة الاولى فيه عدد من الحوارات اللي حقيقي جيدة جدا بجد مش ترياقة الدنيا تحركت شوية عن الحلقة اللي فاتت عندنا وعد بظهور قطو هيتطور في الحلقة اللي جاية وده في حد ذاته يدعو للتفاقل جدا واضن الجيوش الكتير اللي بتتحرك ديت لازم هتخبط في حاجة في الاخر لذلك انا متفائل بالحلقة اللي جاية ولسه متوسم ان الموسم بشكل عام حيكون موسم متميز لذلك انا تقييمي في المجمل للحلقة السادسة من الموسم التاني من مسلسل هاوس اوف دا دراجن هو سبعة ونص من عشرة ده تقييمي ودي انطباعاتي ودي ارائي في انتظار ارائكم وتقييماتكم وانطباعاتكم في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشترك لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واي باي اشتركوا في القناة